اخوان اخوات ومشاهدون كرام وحيكم الله إلا ما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم اخوان اليوم غدي نتكلموا على السوبسيديوس كاينوا واحد الخبر جديد اللي عنده علاقة نعم بالزيادة بغين يزيده ولا كي يطالبه بالزيادة نعم الاخوان ولا رافع إعانات البطالة إلى 600 يورو اياه العمي حاليا نحن كنشده كنشده 480 يورو 80 في المئة ديال إبريم نعم هاد المؤشر هاد الاخوان اللي اسميته إبريم هو اللي نعم الاخوان نعم كي يدو عليه باش يحددوا المقادير ديال بعض المساعدات منه كي يخرجوا هاد المبالغ ولق بعض المبالغ ديال بعض المساعدات منهم سوبسيديوس بالاود العمي حاليا كيف قلنا لكم كان شده 80 في المئة ديال إبريم سوبسيديوس 480 يورو ولكن اود العمي ما تنساش من اللي ابتداء من شهر 11 وواحد من شهر 11 سوف يدخل حيث تنفيذ ذاتك الإصلاح ولا سوف يدخل حيث تنفيذ ذاتك الإصلاح اللي يدار في السوبسيديوس نعم ولد عمي علشانو كانت تكلمه كانت تكلمه على ستشور لولا 95 في المئة ديال إبريم كانت تكلمه على 570 يورو ستشور تانية 540 يورو 90 في المئة ديال إبريم وإذا بقي لنا شهور فهذا الإعانة فهذا السوبسيديوس سوف يدخل حيث 80 في المئة ديال إبريم هذا ما يدخل حاليا 480 يورو ولكن اود العمي 480 يورو لا هذا الشراء سوف يدخل سوف يدخل سوف يدخل سوف يدخل هذا غير اقتراح قتلتونا بالاقتراحات نوعا ولد عمي حيث الإبريم نورمال مؤكل ما صدقوه على الميزانيات العامة للدولة نعم كل سنة هذا المؤشر هذا كيف يرفعوه فيه كيف يزاد بالطبع هذا العام كيف تعرفوه ما صدقوه على الميزانيات العامة اجلوها ودابا كيف قلنا لكم البارح في هذا الفيديو نعم دابا سوف يدخل المناقش الحوار كيف يصدقوه على الميزانيات نعم ونرى الأحزاب تقدم الاقتراحات حيث هذه الميزانية ولاد عمي لا يصدق عليها بيدرو سانشيث تدخل على البرلمان كيف يدخل الأحزاب يصوتوا يصدقوا على هذه الميزانية التي سوف يقدمها بيدرو سانشيث نعم هذه الأحزاب سوف يطلبوا شي حويج سوف يطلبوا شي حويج يولاندا البارح شاركنا معكم بعض المقترحات ديالها قلنا لكم بللي كانت منو أنهم يصدقوا عليهم بيدرو سانشيث محتاج لهذه الأحزاب سوف يعطيهم شي حاجة ما أولا سما بدي أنا أقول لدي أمي لدي الأمال كبير الذي سوف يصدقوا أن شاء الله على جميع هذه المقترحات ببhol من اللقاء ببلك oui كانت للتبصد كالطلب نعم لن نعم يقع الأحزاب فمعها سومر هي بإعطاء زند سوف يقوم بزيادة الابرين بالنسبة 5% بشكل السبسديو يوصل الى 600% نعم سنزيده في الابرين حيث منه كان نخرجه المبالغ المساعدات حاليا الابرين اذا ستقو على هذا الزيادة بالنسبة 5% سوف يقوم بزيادة الابرين وكذا قلنا لكم يبدأ المشهر 11 نعم الاصلاح الجديد ستقو على التنفيذ وعجلنا لكم ان الابرين ستبقو الى 95% امنا نعم إذا said bleh ستقو الى 570 يورو وتقو الى 540 يورو نعم وتقو الى 590% وتقو الى 590% من الابرين وإذا بقي لكم ويجب أن تشعروا 80% من الإبرايم والتي حالياً نعم تتكلم على 480 يورو هذه اللي تشدوها دابا ولكن إذا صادقوا على هذا نعم رافع بالنسبة 5% الإبرايم نعم هذا المبالغ 570 540 580 سيقول لي أولاد عمامي سيقول لي نعم في 598 ماشي 570 6 أولا 6 أولا 6 أولا 567 يورو وإذا بقي لنا شي حاجة عاد 504 يورو ماشي 480 أيها وذهمي قلت لكم هذا المؤشر هذا غاد يرفعوه غاد يرفعوه غاد يرفعوه غاد يرفعوه حيث قلت لكم هذا المؤشر نورمال مو كل سنة نعم كيتترفع كيزيدوا فيها ولكن بأيضهم يرفعوه غاد يرفعوه يرفعوه وغاد يرفعوه تشوفوه معايا حنا ما نجيبو لكم التشيحة من عندنا الاخوان دي ما نجيبو لكم نعم اسمه الدالي الماقل هنا تقتارح يولندودياث هرافع إعانات البطالة إلى 600 يورو نعم شنو كي يعني هادشي كي قلنا لكم سومار يقتارح زيادة الإبريم بالنسبة 5% بالي مول العمي نعم هنا اقتراحت النائبة الثانية للرئيس الحكومة ووزيرة العمل يولندودياث على حزب العمى الاشتراكي زيادة الإخوان إبريم بالنسبة 5% وهذا بدوره يعني زيادة زيادة في إعانات البطالة نعم حيث الإخوان كيف قلنا لكم هذا المؤشر هو اللي يحدد الإخوان المقادر ديال بعض المساعدات ومنهم هاد السبسيديو واخر نعم الإخوان إعانات البطالة التي قد تصل إلى 600 يورو شهريا ويعتزم سومار الإخوان إدراج هذه التدابر في الموازنات العامة للدولة لعام ٢٠٢٥ هنا يمكن أن تصل إعانات البطالة وهي المساعدة التي يتم جمعها بمجرد استنفاذ البطالة إلى 600 يورو شهريا إذ نعم الإخوان قابل حزب العمى الاشتراكي العمى لإقتراح يولندا بزيادة نعم بالنسبة ٥٠٠٠٠ في الإبرايم الذي يحدد مقادر بعض المساعدات مثل إعانات البطالة بالي أولد عمي حاليا يتم الإخوان تحديد هذا المؤشر نعم المستخدم لمنح المساعدات العمى بمبلغ ٦٠٠٠ أورو نعم بإذن لكم إبرايم حاليا لكي توجد ٦٠٠٠ أورو علي كي يبنيه الإخوان هذا المبلغ هذا ديال السبسيديوس ولكن ويريد حزب يولندا ذيت الإخوان رافعها إلى ٦٠٠٠ يورو شهريا ٦٠٠٠ يورو شهريا نعم ٥٠٠٠ إخوان يزيد في ٥٠٠٠ وهي هذه ٦٠٠٠ وهو الإخوان اقتراح سيتمه إدراجه في إطار التفاوض على الميزانيات العمى للدولة اللي عام ٢١٢٥ وفقنا الإخوان لصحيفات الإنفورماتيونية اللي انقلات هذا الخبر الإخوان باري هنا إذا ماضى اقتراح ديالس قادمة بوينوز عما إذا هذا الاختراح تقدم مصدقه عليه نعم فإن ذلك الإخوان يعني زيادة في إعانات البطالة التي تحدد بعض إصلاحها المبالغ الذي سيتمه جامعها الإخوان خلال الأشهر ستة الأولى بالنسبة ٦٥٪ من إبرايم باري استشهور الخرانية ستة الأولى بالنسبة ٦٠٪ من المؤشر الإخوان وإذا بقي لنا شي حاجة الإخوان نعم كانت تكلموا على ٨٠٪ حتى نعم الإخوان نافذ المساعدة حتى تاليها ولكن بهذه الزيادة نعم هنا كانت تكلموا وبالتالي الإخوان مع الأخذ في الاعتبار نعم هذه الزيادة في الإبرايم في دكساء الإخوان سوف نقوم بالنسبة ٦٩٨٨ ستشهور الخرانية ٥٦٧ يورو وإذا بقي لنا شي حاجة الإخوان ٥٠٤ يورو بالوليد عمامي هذا الشيء اللي يعطى الله أي جديد نحن نشاركوه معاكم نحن نتمنى إن شاء الله الإخوان كام من هذه المقترحات إن شاء الله يصدقوا عليهم الإخوان بالنسبة لهم حيث ١٨٨ يورو مقارنة ٦٠٠ أورو تقريبا ٥٩٨ كان شوية الفرق رغم أنه لا يكفيش ولكن كيف نقوله مساعدة السبسيديو السبسيديو للعمي نعم ذاك المدة اللي عندك فيها الحق حتى تلقى عمل أو تلقى عمل نعم ولكن كيف قلنا لكم كان نلجأه لهذا السبسيديو حيث نعم منحقنا ولكن في نفس الوقت سرع كان نكونوا مشجلين كباحثين عن العمل كانت شجل كتخلص ولكن انت ركت تقلب على العمل لقيدي شي عمال نورمال مغصف مغصف شك ترفضه مغصف شك نورمال بقى حساب النوع دي العمال وش بعيد وش كي ناسب كل ما كي ناسبك تقدر ترفضه ولكن الاخوان نورمال مغصف ترفضوا واحد مرة جوش تلاتا ماشي تبقى غير ترفض لهم باش ما يقولوكش ايه انت ما بغيش تخدم ونحيدون لك المهمة العمي نخليه هاد الشيء تل هنا نعم هاد الشيء غادي نرجعوا لي كتر من اللي غادي سادقوا على الاخوان غادي ان شاء الله نرفريسكيو لكم ان شاء الله الميموار ونشاركو معكم ان شاء الله كل شاء الله اخوان باش تعرفوشنوكيو بالي تحياتي لكم ان شاء الله سلام عليكم ونحمد الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة